في ذكرى العيد الوطني الصيني نأخذكم معنا في حكاية نجاح لطالب عربي حصل على الدرجة الأولى في الصين كلها على الطلبة الأجانب وجلب معه خبرات وتكنولوجيا تسترفيد بها بلاده هيا بنا أنا الدكتور المهندس بلال معنز عرور مدرس في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية درست بالصين خلال محلة الدكتورة نانو تكنولوجيا أو ما يرى بصم تقانة النانو وتركزت أبحاثي بشكل أساسي عن استخدام تقانة النانو لتطبيقات مختلفة اخترت الصين للدراسة لأن الصين من أوائل الدول الرائدة بمجال البحث العلمي عالميا بالإضافة لهذا الشيء أن الصين جدا متقدم بمجال تقانة النانو إنجازات وجهود كبيرة اختصرت رحلة الدكتور بلال للتعليم في الصين وأخذ الدكتوراه بترتيب مميز أنا كنت الخريج الأول على جامعتي تمام فتم تكريمي هناك من قبل إدارة الجامعة طبعا حاصل كمان على شهادة السي اس سي اللي هي بتعطى لأفضل طلاب الأجانب الفراني ستودينس على مستوى الصين حصلت على شهادة الخريج الدولي الممتاز بجامعتي جامعية الدونغوخوا بالإضافة لهذا الشيء كمان حاصل على عديد من الجوائز العالمية والشهادات العالمية نظرا لتفوقي ونشر عديد من الأبحاث العالمية تم تكريمي مؤخرا قبل ما انزل على الصين وإعطائي لقب سفير الخريجين الدوليين بجامعية الدونغوخوا جمال مدينة شنغهاي التي عاش فيها والتطور الذي وصلته كان جزءا مهما من ذكرياته التطور بالصين بصراحة الصين أنا شفت شيء ما لي متوقع أنه درجة التطور اللي شفتها أنا زرت موظم مدينة الصينية وكنت عايش بشنغهاي عشت تقريبا هناك خمس سنين ونصف بشنغهاي ومثل ما بتعرف شنغهاي لها ثلاث أسماء اللي هي باريس الشرق واللؤة الشرق والمدينة التي لا تنام صر نجاح التعليم بالصين برأيه هو أولا الإنفاق اللامحدود على البحث العلمي يعني عندهم البحث العلمي رقم واحد ثانيا الكادر التعليمي المتميز يحمل الدكتور بلال من رحلته هذه امتنانا لجامعته واعتزازا بما وصلت إليه الصين التي تحتفل اليوم بعيدها الوطني أولا أنا بدي أوجه رسالة تهنئة لجمهورية الصين الشعبية قيادة وشعبا بعيدها الوطني وكانت هي الحاضن لإلي وكانت بلدي التاني بصراحة كانت الصين بلدي التاني وبالنسبة من الناحية العلمية أنا بشرفني أني خريج الصين أني خريج الصين والدليل على هذا الشيء أنه كل سنة عن سنة ترتيب جامعات الصينية عم يزداد وعدد المنشورات العالمية الصادرة باسم جامعات الصينية عم يزداد وبراءات الاختراع المسجلة من جمهورية الصين الشعبية كمان عم تزداد تشكل بعثات الدراسة الصينية للعربي اليوم منصة مهمة لمشاركة تجربتها ونشرها والاستفادة منها الصين تسعى لمجتمع زو مصير مشترك للبشرية طبعا هذا الشيء أنا لاحظته من تجربتي الشخصية خلال وجودي بالصين يعني صدقا كانوا الطلاب الأجانب الفرنس سيودينس يتعاملوا مثل الطلاب الصينيين تماما لسه إلى ميزات أكتر لقناة سي جي تي إن العربية يعروا بخير بك دمشق